نور تجلى في علا نور تجلى في علا في علا هدير تألق في سماء في سماء طب القلوب وعشقها قمر تناها في ضياء غير الأنام نزق الختاء شمس الهدى بدر التماء الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما زال الحديث متواصلا بتوفيق من الله جلل وعلا مع أشياء من أو وقائع من وقعة بدر الشهيرة مع غزوة بدر الكبرى يوم بدر كان النصر عظيما قتل من المشركين من قتل وقع فيهم من الأسر من وقع وكانت هذه وقعة وقعة ارتفعت بها راية الإسلام أيما رفع ولكن لأن الأمر جديد على أمة الإسلام فلابد أن يوافق أحكاما أيضا جديدة مع هذه الأمة المباركة وذلك أن من قتل فقد ألقي في القليب وانتهى أمره إذن فمن أسر فما العمل فيه هنا جاءنا هذا الأثر وهذا الحديث هو محل كلامنا يقول عن ابن عباس يقول لما وقع من وقع من الأسارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبي بكر وعمر وهنا أريد أن أضع كده علامة يعني عشان ناخد الفؤيد واحدة واحدة وقع من وقع من المشركين في الأسر فاستشار النبي صلى الله من استشار أبا بكر وأبا حفص عمر قال ما ترون في هؤلاء الأسارة فقال أبو بكر يا نبي الله هم بن العم والعشير أرى أن نأخذ فذية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام هذا رأي هذا قول من قول أبو بكر رضي الله عنه أرضا فانتقلنا السلم إلى وزيره الثاني إلى عمر قال ما ترى يا ابن الخطاب ما رؤياك في هذه المسألة قال لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فتمكن علي من عقيل أي أخيه وتمكنني من فلان وذكى الرجل من أهله فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصنادي ذهى فهوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر ولم يهو ما قلت هنا نتعقف أول شيء وقع المشركون في الأسر النبي صلى الله عليه وسلم استشار كبار قدته كبار المسلمين استشار وزراءه فبدأ أبو بكر فأخذ قوله ثم بعمر فأخذ قوله نراعي أن قول عمر هو يشبه عمر قول أبو بكر يشبه قول أبو بكر يشبه أبا بكر هذه حكمة من الله جل وعلا الناس أصناف وأنواع الناس أشكال الناس معاد قال لأبو بكر ما تقول ما رأيك ماذا ترى انظر إلى طبيعة أبو بكر قال هم بني العم والعشير أرى أن تأخذ أو نأخذ فذية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهدون الإسلام أمرين نأخذ فذية تضعف الكفار تكون قوة لنا ثم الثالثة نعلى الله جل وعلا أن يهديهم بعد إلى الإسلام والله طبعا فكرة رائعة جدا أفكار رائعة جدا 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 فيها الحنان فيها الرأفة فيها الشفقة فيها باقي لبني العم وبني العشير نعلى الله أن يهديهم فذهب إلى عمر وقال ما ترى يا ابن الخطاب رأي ابن الخطاب كان مقاليف تماما قال لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى ابن بكر رأيه مخالف تماما بعض الناس حينما يرى عمر يخالف أبا بكر يقول هو عمر كان يخالف دايما لا أخير حبيب مش خلاف هذه مسائل طالما أن النبي صلى الله استشارهم وهو الغني عن استشارتهم لأنه يوحى إليه كل صباح ومساء هو الغني عن استشارتهم لكن استشارهم ليضعهم في منزلة المستشار ليعطيهم أحقية لجتهاد وعلماؤنا اتفقوا أن المجتهدين قد يتفق وقد يختلف وإذا اختلف لا نستطيع أن نجبر مجتهدا أن يتبع مجتهدا آخر لذلك قال عمر لا أنا لا أرى رأي أبي بكر طيب ماذا ترى ابن خطب قال ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم الفكرة هي هي خلي بالك أبو بكر يريد أن يتقوى بماد المشركين على المشركين فهمت الفكرة عمر يريد أن يستعصل شأفة المشركين ليتقوى أهل الإسلام النهاية هذا مجرى وهذا مجرى يتفقان فيه الأخير عليك أن يصب الجميع في نهر الإسلام في قوة الدين ولكن أبو بكر له طريقة تغلب عليها طبيعته طبيعة الرأفة وطبيعة الشفقة عمر له طريقة تغلب عليها طريقة القوة تغلب عليها طريقة الشدة في دين الله جل وعلا قال أن تمكن فنضرب أعناقهم ثم ضرب مثالا فقال فتمكن عليها من عقيل من أخيه من أخيه يقتله وأنا أي عمر تمكنني من فلان وذكر قريبا أو نسيبا له فأضرب فأضرب عنه وقال هذه مسألة يعني غاية في الإيمان ونهاية في إضاح ما في مكنون القلوب رب العالمين والله تبارك وتعالى أعلم بهم ما الذي حدث يقول بعد أن انتهى الاثنان من مقالتهما فهوى رسوله 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 ما قاله بك ولم يهوى عمر ولم يعني ينزل على مقالة عمر كأن مقالة أبي بكر أصابت قلب رسوله 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 وابو بكر قاعدين يبكيان انتبه قاعدين يبكيان قلت يا رسول الله أخبرني أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك ليه فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما الله أكبر الله أكبر شوفوا ذي خطاب لماذا تبكيان إن وجدت بكاء أبكي يعني كلامكم يثير فيه الشجون والمودة والحنين فأبكي معكم فإن لم يكن كذلك أبكي لبكائكما بعد كذا يأتينا دعي أو غير ذلك يقول لهم عمر كبيران العمر لا 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 مطلق هذا كلام لا محل له أبكي لبكائكما هل سم في الكون محبة أعلى من هذا عمر يثبت بكلمة واحدة قمة المحبة لرسول الله سلم بل وغاية المحبة أيضا لأبي بكر الوزير الأول رضي الله عنه وارضاه أبكي لبكائكما فقال صلى الله عليه وآله وكلامه هو الفصل وكلامه هو العدل وكلامه هو الخير صلى الله عليه وسلم قال أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنا من هذه الشجرة شجرة قريبة مننا وأنزل الله جل وعلا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أقدتم عذاب عظيم فاكلوا مما غنمتم حذلا طيبا إلى آخر ذلك فأحل الله جل وعلا الغنائم لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إحنا بنبحث عن الفوائد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بنبحث عن ما نستفيد من هذا نستفيد أمور تحتاج منا ومن قادتنا على الأخص القادة العسكري في زمننا أنهم لا تهملوا غيركم هذا النبي الأكرم هذا الرسول الأعظم هذا القائد الأوحد الذي لا يشق له غبار صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل المؤيد بوحي من السماء يستشير أبا بكر يستشير أبا حفص ثم أخذ برأي أبا بكر فعوتب في ذلك لأن رأي عمر كان هو الأصوب قال القاسمي بتفسير ما كان ينبي أن يكون له أسرى قال ما صح له وما استقام وما استقام وقلنا سلم على العهد والمراد الذي والمراد على كل نبينا صلى الله عليه وسلم وإنما يقول وإنما نكر تلطفا به حتى لا يواجه العتاب لواجه العتاب ولذلك قرأ أسارا يسخن في الأرض المسألة هنا كأن ذا القرآن مال للقتل فبيتهمنا بعض أساس زمن نقول إيه أنتو المسلمين غويين دم أنتو المسلمين غويين دم 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 أولا أنا أدعو كل إخواني الذين يستبعون لنا إلى التمييز بين الفصائل الإسلامية هناك فصائل حرفت تماما يسارا هناك فصائل جرفت يمينا ولكن بقي عامة المسلمين على الدين الوسط الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك نقول هل يقتل الأسرة أو ليقتلون المرجع في ذلك الحاكم المسلم المرجع في ذلك إلى الحاكم المسلم قد يكون الإثخان في الأرض نافع يوما ما وقد يكون غير نافع إذن بماذا نأخذ هذا مرجعه إلى الحاكم المسلم مش قضيتي أنا مش قضيتي أنا بأقضع لك درس أو أشرح لك معلومة هذا الأمر مرجعه إلى الحاكم المسلم ما يرون الحاكم المسلم أو القائد العام المسلم لجوش المسلمين خلاص هو الذي يفعل هو سيد الموقف ولذلك قال الرزيو إن محمله الأكثرون على القتل لأن الدولة إنما تقوى به كما قال المتنبي لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدمو ولأنه يوجب قوة الرعب وشدة المهابة فلذلك أمر الله تعالى به إذن عندنا زمن عندنا وقت قد يلجأ الحاكم المسلم أو قائد المسلمين إلى سفك دماء الأسرار المشركين أو غير المسلمين لماذا؟ لأنه يرى أن هذا يصب في جانب القوة للمسلمين إذن أعيد وأؤكد مراراً وتكراراً هذا الأمر لا يخص العام وحتى ولا يخص العلماء إنما يخص من يخص قادات المسلمين يخص قادات الجيوش وأؤكدوا إخواني أننا علينا أن نتبع هذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن لا نغيب عن هذا الهذي مطلقاً من باب الاستشارة من باب أخذ الرأي من بالنزول الأخير والأخير على دين ربنا جل وعلا يقول سبحانه وتعالى فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله إن الله غفور رحيم أحلى الله تبارك وتعالى الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول صلى الله عليه وسلم ولم تحل نبي قبل الغنائم مكاسب مباحة بل كما ذكر القرطبي في تفسيره في تفسير عدة آيات من قرآن ربنا تبارك وتعالى أن أفضل الكسب هو المغانم هو المغانم من أحل الكسب كسب المغانم ولكن أؤكد إذا كنا نقول ذلك أن هذا إنما يمر علينا في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم هذا لا يدعونا إلى أن كل الشاب من الشباب تقوم في دماغه فكرة تضرى في دماغه فكرة بعرف المصريين فيعمل مجموعة من سبعة تمانية عشرة ويعمل قيادة من نفسه ويخيّد إليه أنه قائد المسلمين وأنه هو الخليفة الذي يجب أن يبايع وأنه القائد العام من المسلمين وأنه سيقاتل ويقاتل ومن يقع في ذي أسيرا يقتلوا أوابيعا هذا يا أخواني الكرام كلام لا مجال له في العلم مطلقا ولا وجود له عند علماء المسلمين أقول لكل من تسوي له نفسه أو يزين له شيطانه أن يقيم جماعة مستقلة ثم ينصب نفسه أميرا عليها ثم يصد الفتاوى في دماء الناس فتاوى في أعراض الناس فتاوى في أموال الناس في أموال أملك الناس فتاوى في الأملك العامة في الأملك الخاصة هذا غير صحيح والله ما عليه أثارة من علم إنما هذا كله من خرط القتاذ هذا كله من تسوي الشيطان من تزيين الشيطان وأمتنا والحمد لله ما زالت بخير نعم نحتاج إلى إثاقة نحتاج إلى نهضة نحتاج إلى قيام من عثرة نحتاج إلى قوة أخذبنا إلى دينا نعم نعترف بالقصور ولكن في الأخير هذا القصور لا يدعون إلى التعدي على حرود الله جل وعلا أو تجاوز شرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن في قصة الأسارة لعظة وعبرة لكل من أراد أن يتعلم هذه المفاهيم أسأل الله جل وعلا إن أرزقنا وإياكم السلادة والرشادة والنفع العميم والقول السديد إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور تجلى في علا في علا في علا في علا حدي تألق في سماء في سماء طب القلوب وعشقها قمر تناها في ضياء غير الأنام نزق الختام جمس الهدى بدر التمام